ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم الثلاثاء في مكتب سمو الحاكم ترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس بحث خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله واطلع على سير العمل في العديد من القطاعات والمشروعات التنموية في مختلف مدن ومناطق الإمارة واطلع المجلس على ملف إدراج قلب وحصن الشارقة ضمن ملف بوابة الإمارات المتصالحة للقائمة النهائية للإسسكو كتراث ثقافي مادي تتميز به الإمارة حيث جاء الإدراج كأول موقع من دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه القائمة بناء على ما يمثله الموقع من مكانة عريقة لإمارة الشارقة وتاريخها والأحداث التاريخية الكبيرة التي مرت بالموقع ودور الشارقة التاريخي في الحفاظ على أمن التجارة العالمية خلال فترة الإمارات المتصالحة كما تضمن التقرير المراحل والإجراءات المقترحة لإعداد ملف الترشيح وأهم الركائز الرئيسية التي سيركز عليها الملف لبيان القيمة الثقافية والتراثية والعلمية وفقا لمعايير التراث العالمي والسلامة والأصالة والحماية وإدارة الموقع واطلع المجلس على تقرير جهود الجهات الحكومية خلال التعامل مع المنخفض الجوي وتأثيراته خلال الأسبوع الماضي وما خلفه من آثار جانبية متنوعة في مدن الإمارة على الساحل الشرقي وتضمن التقرير الخطط المستقبلية لإكمال الجاهزية للتعامل مع مختلف الظروف الطبيعية وسرعة الاستجابة وأثنى المجلس على جهود كافة الجهات وفرق العمل التي ساهمت في التعامل مع المنخفض بصورة جيدة والمحافظة على الأرواح والممتلكات والوعي الاجتماعي الذي انعكس من خلال مشاركة أفراد المجتمع في التعاون للمساعدة وتطوع في كافة المهام إلى ذلك اطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للربع الأول لعام 2022 المقدم من دائرة المالية المركزية لمتابعة أداء الموازنة العامة والعمل على تطويرها وتحسين جوانبها ومخرجاتها وتضمن التقرير المؤشرات البيانية للموازنة العامة وجداول المقارنة بين الإيرادات والمصروفات للربع الأول لعام 2022 للجهات الحكومية والهيئات المستقلة في الإمارة كما تضمن التقرير نسب الصرف الفعلي لكل من قطاعات التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية هذا وناقش المجلس مشروع هوية المبنى والذي سيسم في إعطاء هوية معنوية ذاتية لكل مبنى من خلال تحديد سابق لخدمات البيئة الصحية الواجب توافرها في المبنى بالإضافة إلى جمع المعلومات التفصيلية حول المبنى وقاطنيه وربطها بنظام إلكتروني لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتوفر بها بيانات الخدمات والتصاريح والرخص وغيرها ووجه المجلس بإعداد دراسة تفصيلية حول المشروع وتضمين ملاحظات السادة أعضاء المجلس والتنسيق مع كافة الجهات المعنية